بأولى الأخبار اللي موجودة معنا ووزير الرياضة المصري لن نلغي الدوري بسبب الأمم الأفريقية طبعا الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة قال ما فيش أي نية لإلغاء بطولة الدوري هذا الموسم بسبب تنظيم الأمم الأفريقية طبعا مصر فازت على جنوب أفريقيا ب16 صوت مقابل صوت واحد فقط وصوت واحد امتنع عن التصويت وبالتالي البطولة إن شاء الله هتقام من 15 يونيو إلى 13 يوليو 2019 وبالمناسبة دي هتكون البطولة أو أول بطولة تنظم بالشكل الجديد اللي هدوم 24 منتخب إن شاء الله زي ما مصر نكحت في تنظيم أول بطولة أفريقية على أرضها ونكحت إن هي تفوز بيها إن شاء الله مصر هتنجح في إن شاء الله إقامة أمم أفريقيا بالشكل الجديد على أرضها وأيضا الفوز بيها جيل يستحق إن هو يكون متوج ببطولة أفريقيا وصيف النسخة الأخيرة طبعا يعني كل الدعم وكل الشكر لتيم بريزنتيشن والاتحاد المصري كرة القدم وعلى رأسه كل دول البشوانس هانيا بوريدا اللي تعب وفضل وراء الملف لحد ما نجح بعلاقاته الطيبة مش بتكلم علاقاته الشخصية لا علاقاته مع الدول والسمع الطيبة اللي موجودة عن مصر والكلام الطيبة دايما اللي بيخرج من الدول على البشوانس هانيا بوريدا سواء كرئيس اتحاد مصري كرة القدم أو عضو مكتب تنفيذي للفيفا وطبعا زي ما حضراتكم شايفين صور بعثة الاتحاد المصري كرة القدم وأيضا شركة البرزنتيشن الأستاذ محمد كامل وفرحة ما بعدها فرحة بشرف تنظيم أمم أفريقيا 2019 إن شاء الله في مصر خلاص هانت بنستعد لكن دايما هنواجه بعض المشاكل أو الأقويل اللي احنا ببن فيها مع حضراتكم دلوقتي وطبعا سيد الوزير قال إن تحاد الكرة ما اتخذش أي قرار إن هيكون فيه الغاء بسبب تنظيم بطولة في مصر ومشيرا إلى إن هذا الأمر لن يحدث من سيد الوزير إلى الكابتن أحمد شبير نائب رئيس اتحاد كرة القدم اللي أيضا أكد على نفس الخبر إنه لا يوجد مبرر لإلغاء دوري وإنه أمر غير مطروح على الإطلاق فطبيعي جدا خلاص سيد الوزير يتكلم وكابتن شبير يتكلم أيضا فخلاص إحنا كده يعني ما فيش أي نية لإلغاء بطولة الدوري هيكون فيه نعم شغل كتير شوية لكن إن شاء الله كلنا على قلب رجل واحد علشان نتمن بطولة الدوري على خير